بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبت الثاني في جزئه الثالث بعنوان Statics of Particles إن شاء الله اليوم رح نشوف التمرينين على إزاي نجمع الفيكتورس التمرين الأول هو عبارة على قوتين P و Q applied on a bolt على مسمار A وطلبين منكم تجيبوا المحصل R طبعاً لما بنقول المحصل في شيئين مهمين لازم تجيبهم اللي هو القيمة الماغنيتود والشيء الثاني هي الdirection الطريقة الأولى رح تكون Pure Graphical والطريقة الثانية رح تكون طريقة الرياضيات أو باستعمال القانون الصين والكوسين بالنسبة للطريقة الأولى we will construct a parallelogram in scale then we will measure the diagonal and the direction بالنسبة للطريقة الثانية كما قلنا رح نستعمل فيها قوانين الصين والكوسين لإيجاد المحصل هات نبدأ بالطريقة الأولى the graphical solution a parallelogram will be drawn I have P here this is the vector P I will draw the same one لازم يكون متوازي إلو هنا وبنفس القيمة بعدين أرسم ال Q vector Q نفسه من هنا خلوا بالكم كل الرسم بيكون according to the same scale بعدين أرسم المحور هذا وبيكون أيضا بنفس scale وبعدين أقيس بالمسترة رح أجد أنه عندي 98 نيوتن بعد ذلك أقيس الزاوية alpha هنا عشان نتحصل على ال direction بالنسبة للطريقة الثانية أيضا هنا يمكن نستعمل triangle rule لو أنا عندي vector P و vector Q هنا أصل النقطة A النقطة C هذا هو المحصل R أجيب المسترة وقيس كم تساوي هنا بشرط أن شغل كله لازم يكون according to the same scale the magnitude and direction will be measured زي ما قلنا هنا أخذ المسترة وأقيس المحصل R وبعدين من هنا إلى هنا أقيس الزاوية alpha لكي أجد direction وتحصل تقريبا على نفس النتيجة طبعا لو عايزين أكثر دقة يرجى استعمال software AutoCAD لتكون الطريقة هذه دقيقة جدا نمر إلى trigonometric solution by applying the law of cosines and law of sines later بالنسبة لل law of cosines بيقول المحصل R بيساوي P تربية اللي هي 40 نيوتن مع Q تربية اللي هي 60 نيوتن ناقص 2PQ multiplied by cosine B خلوا بالكم هنا B تكون مقابلة ل المحصل R زي ما تشوفوا هنا هذه هي B فB ما عنديش بالضبط كم تساوي إزاي رح أجدها أنا أعرف أنه الزاوية من هنا إلى هنا هي 25 درجة فنفسها هي الزاوية الموجودة هنا 25 درجة أي لو أنا عندي خطين متوازين مع خط متقاطع الزاوية هذه بتساوي الزاوية هذه فلو هذه 25 درجة طبعا هذه رح تكون 25 درجة فالآن أصبح عندي هنا زاوية معروفة 25 درجة وهذه الزاوية B التي أبحث عنها مع العلم أنه مجموعة الزاوية من هنا إلى هنا بساوي 180 درجة لو طرحت منها 25 درجة رح أجد الزاوية B 180 ناقص 125 بتساوي 155 درجة وهي الزاوية B التي أبحث عنها لو حسبت هنا عملت العملية الحسابية رح أجد أنه المحصل بساوي 97.73 نيوتن الآن رح أتبق قانون الصين عشان أجد الـ بالنسبة القانون الصين أنا عندي هنا المجهول هو الزاوية A هنا معرفش بالضبط كم تساوي فالحل أني أكتب قانون الصين صين A خلوا بالكم صين A هنا على الظلع المقابل اللي هو Q بساوي صين B على الظلع المقابل اللي هو R بعدين يكفي أني أخذ الـ Q هذه أضحها هنا أتحصر على النتيجة التالية لو عوضت هنا B بـ 155 Q بـ 60 و R بـ 97.73 رح أجد كم تساوي صين A بعدين لو عايز A هي بتساوي صين مينوس 1 للنتيجة التي رح أجدها أنا هنا وتحصل على كم تساوي الزاوية A بالضبط خلوا بالكم هنا بالنسبة للزاوية A هي تعتبر من الفيكتور P للفيكتور R لكن أنا عايز كل الزاوية هذه اللي هي ألفا يعني ألفا بالنسبة إلي تساوي 20 مع A يعني العشرين هذه زائد A اللي من هنا لهنا فطبعا لو أنا وجدت A بتساوي 1504 رح أضيف لها العشرين التي هي معتفة 80 أتحصل على الديريكشن النهائية لألفا بتساوي 3504 ديجري